اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالمجمل هيدا البرائم احسن شوي من البرائم اللي قطع احسن هيداك البرائم كتير كان فيه نشاز هيداك كتير كان فيه نشاز يعني كان يطلس هاك تقوله بيك دروب مرشطة كبيرة هالمرة هيدا احسن مش احسن في اللي قبله احسن من ثلاث مرات يعني ثلاثة اسابيع الوراء كان احسن كتير للدينة التر στην واهم افي شخص عم يستوعبو احسن احسن اخضرشوه احسن تا THEY ANS احسنهم وشخاص مابإطا اللي قريب ان كتر يعني معدالون الارضة عن هي اتعامل ي evde Beyond blender مرات تلة مرات بصير ست مرات كبيرة وصيل احسن تorteل احسن الكثير من الارضة عن احسن باب ليس عافية يجب أن نعرف أن هناك ناس أحلى من غير ناس تغني أحلى توقف أحسن مرتاحة بحالة أكتر تتحرك أكتر أنه عندهم ثقة بحالهم أكتر وفي ناس ما بدهم هن يشتغلوا أحالهم يعني في ناس ما بيجربوا هن حتى عندهم حشرية أن يجربوا أشياء بعد حد عشر أسبوع الواحد يجرب بيكون جرب كل شي سبق وحكينا أنه منطبق الأشياء بطريقة باللواعي تبعنا ما منطبقهم بطريقة مباشرة بشي دايما هاك للي ما استفاد مش معقومة يعلق عليه شيء بالأكاديمية هيا واضح واللي استفاد علق عليه شيء وكتير استفاد واللي عنده أبس أن داونس أو طلعاته نازلات كمان سيستفيد هلأ بيسير مثل بقولوا الواحد نحن عنا هلأ دخلنا مرحلة 11 أسبوع يعني بعتلنا تقريباً 5 أصابيع 6 أصابيع بتصور 5 أصابيع أو 4 5 أصابيع خلينا نقول 5 أصابيع خلينا نقول هكا نعمل 5 أصابيع خلينا نعمل 60 أصابيع يعني 30 أصابيع 35 أصابيع أو 40 أصابيع هذه المرحلة الأخيرة المفروض يصبح يبين أكتر من خليل يبقى خلص يقرر أنه أنا عرفت شوية تقريباً يقدر صلح بعض الأشياء تذكره حتيه حكينا عن ممر طويل من مرق فيه وحكيت أنه نصيف عنه وسألني عنه وبعد 4 أو 5 أصابيع يمروا بهاك مرحلة يصطر فيها يصبح كمية المعلومات معلومات خليني أقول جديدة أنه تتطابق مع شخصيته مع الغرائز مع عاداته مع طبيعة صوته مع طبيعة طبيعته كإنسان بالمجتمع ككل شيء هذه صعبة بده وقت هلأ حان الوقت أنه يترجم الأشياء دون واعي لقدام هناك أشياء منيحة هناك أشياء ليس منيحة الكريتيك سيكون أصعب ولمستوى كل شيء يعني لأحيار التقيلة للمستوى الأصعب بعد حسنا أول شيء أنا أقول للمحمود محمد علي يلي أنا كثير بحترم هالشاب لأنه أول شيء عنده نفسية فضيعة وروحه حلوة كثير وأكثر من هكك كمان أنه طيب كإنسان وململم ململم أنا شخصيا لا أزعج فيه وحضوره شخصي يتضحك هي أنه يحب كله ويجلب أنه دائما يواثل كله بهذا الشخص وأنا دائما عنده نقطة أنه ليس لازم يكون هذا لأنه مرات يقفية غلط ليس لازم يقوله على الوحد دائما وكان مش عاطل يغني أخير فترة بصراحة على مشكلة إذا يحب يكفه بالشغل هذا أنه ينوع الأغاني الذي يستفيد منه لماذا؟ لأنه عندما ينوع يتعوض على تكنيك تانية كمان يصبح يباعب عن بس المغنى الذي هو محصور بعض الأشياء الذي يعمل له هاي شغلة نقول له هارد لاك شاب الفيزيك مطفاعت له وما يعمل الفيزيك كثير بأعلنه كمان مدريا وزينا رجعوا أكاديمية 612345 خمسة خمسة بخمسة ايه وبدري هلا بنحكي عن مع أنه غريب أنا أول مرة أشب حده بالنوينية بيعطو غنية صعبة كثير كثير صعبة صراحة غنية لذكره مجرد تقول ذكره أنه عندها المغنى الصعب أنه هاي أنا شعلك شوفها شوي غنية أنه جرأ منك أنه واحد يكون عنده نوينية غنية قد صعبة أه هلا بنحكي عن الأشياء اللي عم توقع فيها في كثير أشياء مش لازم ترجع توقع فيها أه أه عليكن هالأسبوع تعبزوا كمان لتغنوا كمان أفضل سنجرب نشوف ونصلح وأتمنى أنه كل الملاحظات اللي عم تاخدوها هي نهائية من اللي بقولوا أنا يعني ما حدا عم يفتري على حدا بالعكس عم يحكي المظبوط لبال أقل لبال أقل بصراحة حتى ما حدا يحسب أنا عم بحكي أقل ما حدا يحسب أنه هذا هذا ضد هذا أو هذا ضد هذا أو لا أتقل لكم يبقى ينشغلكون ما عم بترك هذا ما عم بكون معه كتير قاسي وساعة اللي بيستحق بقل له بس بودوا ينسان ينتبه كمان قداش بودوا يشتغل حتى يتحسن نشوف إذا هو هاك بدي حط انتر أب أو انتر أشف وشبك إفجاء أشف إفجاء أشف وشبك إفجاء أشف أشف أي حسن أشف أشف الأشف الأشف اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة